إن شاء الله طبعاً مباراة دية جميل الأهل والزمالك موجودين في السعودية بكسافة عالية تذكر نفذت ممكن من فترة فالمباراة إن شاء الله تليق باسم الكرة المصرية فنياً والروح العالية تبقى موجودة في المباراة ونستمتع بمباراة جميلة المباراة الحاجات المحيطة زي ما قلتلك هتخلي فيه كرنفال في نهائي كاس مصر إن شاء الله طيب وإن شاء الله الأهل يكسب بإذن الله هذا فكرة مباراة دا يعني المباراة جاية هم 8-3 ممكن إن شاء الله يعني بنسبة كبيرة كاس مصر بتاع السنة دي ممكن أهل والزمالك برضو يلتقوا تاني نجاحها زي التجربة هتقرر تاني بقوة أقوى يعني زي ما بنسمع كده لو الأهل والزمالك وصلوا لناقص مصر السنة دي شوف الجوازي إزاي زي مباراة السوبر لما بتلاعب في الإمارات نجاحها في أول مرة خلى كل سنة تبقى مباراة السوبر دا بتلاعب في الإمارات برضو أجواء احتفالات جميلة جدا جدا أول مرة بتالي كاس مصر تلاعب برها ومصر بالزبط ليه شكل تاني دلوقتي ليه شكل خرج عن العرف والتقليد فنجاح هذه التجربة والجامعاليين طبعا زي ما مهيب قال ان التذاكر نفس بعد نص ساعة في حدث كبير فيه اهتمام على طول يعني انا احنا عندنا مطشين الزمالك قرويا يعني بقلق شوية عندك مباراة الداخلية بكرة عندك مباراة ماخر مباراة في أفريقيا في الدولة المجموعات في الناس ساعة ما تتكلم على الثمانية ثلاثة اكيد اكيد هو الحدث بص الزمالك قطع شوط كويس في الكمبيوترالية الاهلي قطع شوط كبير في بدور الأفطال فكله مركز على بس الاهلي يخوف مباراة اه برغم يعني مش عايز اقول البلدية ضعف المستوى الفاني ولكن اداء الاهلي اداء البلدية كان لا 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 وليه ما تقولش ان الاهلي الاهلي اداءه عالي جدا للمباراة شو اللي جاكل لهم فرضات يعني مش خايف من الاهلي لا مش بخاف دعم يكون نعمال حسابي يعني الاهلي اسمه كبير خايف من مباراة لا ما خافش بقى فيه حرص كامل يعني مش خوف لا خوف ليه لا ما خاف ما ملعبش يعني فيه اهتمام بالفريق المنافس فريق بتقول النادي الاهلي وبتاريخه وبتراته فده شيء مهم جدا يعني ونجومه ودارته حاسس بايه لا حاس انه دخل على العرس ان احنا بنلعب نادي كبير اه الاجواء الاحتفالي دي مش موجودة من زمان على جمهور الزمالك الناس متفاعلة جدا بمجلس الإدارة وفي التفاق دلوقتي حوالين الفريق فدي حالة كويسة جدا يعني ان احنا دخلين بسرعة جدا الجيم في الحياة القروية انت حاسستين انت دخل فرح على ربنا وفي الاخر ده بتبزن مجهود وفي فريق كسبان وفي خسران زي ما بقى احنا ما سيكوننا في ماتش الطايرة والأهل يكاسب خلاص نتيجة مباراة ودي الاصول الراضية يعني منافسة ليه دمان منافسة شريفة محترمة بالنديين كبار بيمثلوا مصر دلوقتي هيبقى خارج مصر في السعودية بلد شقيق وفيه اهتمام هيبقى كبير جدا بيها وانا ما شوف طبعا مصر مرياض والسعودية ومشارك ترك الشيخ واهتمامه بأي حدث هيبقى انا احس ان فيه قرنبال كبير جدا ده هيساعد على ارتفاع المستوى للنديين ومنتخب مصر تمام الزمالك بقى يخوف برضو يعني احنا قلنا الكابتين احمد سليمان تخيب من الاهلي لكن برضو الزمالك عامل سكواد بقى عنده لعيبة بقى عنده طق غير كده الحالة النفسية للزمالك رجعت يعني ايه مفيش حد ليه في الوسمة الحاجات دي كانت مهمة جدا جدا عندي الزمالك اللي قد تشال الحاجات دي بتفرق نفسيا معه وتدي ثقة للعيبة الزمالك مقابل الاهلي طبعا عنده استقرار اداءه بشكل جيد جدا الاضافات اللي جاته سامة ابو علي انا شايفه من اللعبة جيدة جدا بقى ليها تقلف في مباراة الكاس الحالة الفنية للعيبة النادي الاهلي حالة جيدة بقولك برغم ضعف بلدية المحلة ولكن الاهلي كان بيعمل اداء كويس اداء رائع شفنا مفتاح اللعب من كل مكان عودة السولية فيه لعبة كتير جدا فيه على الدكة برا فرقة كاملة يعني الاسكواد بتاع النادي الاهلي جيد يعني ما تخافش ما فيش اصابات الدنيا كلها ملموة بشكل كويس جدا يعني شكرا